دكتور حميد بعد التحية برأيك لماذا تخلف التيار الصدري ما هي دلالة ذلك وهذه الدعوة للحوار كانت مطلوبة من قبل الجميع تحية لك والمشاهدين في الحقيقة التيار الصدري تحاور مع الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لأكثر من ستة أشهر لكن الحوار لم يجدي نفعا لذلك انسحب تار الصدري من البرلمان استقال نوابه ويرى أنه لا جدوى من أي حوار هذه القوى قوى الإطار التنسيقي مصممة على المشاركة في الحكومة رغم أنها ليست فائزة هو انسحب ولا يرى جدوى في الحوار لذلك لم يحضر الحوار على ماذا؟ هناك قانون وهناك دستور يجب أن يتبع هذه القوى الدستور أما الحوار حول أي شيء يعني القوى الحالية المهيمين على البرلمان تعلم أنها ليست فائزة لذلك المطلوب هو أن ترضي الشارع العراقي ليس فقط التيار الصدري هناك قوى أخرى قوى تشرين مثلا وهي قوى كبيرة جدا وقوى أخرى هذه القوى لن ترضى بحكومة يشكلها الإطار التنسيقي لذلك المطلوب هو أن تشكل حكومة من الخبراء حكومة محايدة يثق بها الشارع العراقي هذا هو المطلوب طيب دعنا نعود إلى مسألة الحوار الوطني هل غياب التيار الصدري يهدد إنجاح هذا الحوار؟ هل تنجح دعوات القاظمي في الحوار مع أطياف سياسية أخرى بمعزل عن التيار الصدري؟ لا بالتأكيد لا الآن الذي يعرق العملية إنعقاد البرلمان هي الاحتجاجات الصدرية لذلك فأي حوار مع قوى أخرى تستثني التيار الصدري لن يكون مجديا التيار الصدري هو القوى الأكبر في الشارع العراقي حاليا على الأقل هناك قوى تشرين وهي قوى كبيرة أيضا ولكنها ترى أن دخولها في المعترك الآن يشوش على العملية هناك سرع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري فقوى تشرين الآن لديها موقف مختلف موقف متميز عن الجانبين لا يمكن أن تحل المشكلة إلا عندما يأتي الإطار التنسيقي الذي يهيمن على البرلمان الآن وكذلك القوى الأخرى القوى السنية والقوى الكردية أن تأتي بحلول مرضية للتيار الصدري ولا للمجتمع العراقي وهذه الحلول يجب أن تكون حكومة محايدة حكومة يثق بها الشارع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر